أجرى وزير الشؤون الخارجية الجزائري عبدالقادر مساهل مع فريدريكا موغيريني الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية مباحثات ركزت على مواصلة التنسيق والتشاور بين الجانبين حول تأذير الوضع الليبي على استقرار المنطقة وتحديات مكافحة التهريب والإرهاب وقد تم اللقاء الأحد على هامش جلسات الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها إن الجانب الجزائري تطرق خلال المحادثات إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها على الخصوص الوضع في ليبيا على ضوء الاجتماعات عالية المستوى الخاصة بإعلان خارطة الطريق التي يتفق الجميع على أهميتها لوضع حد للمخاطر المحدقة بالمنطقة وتطرق لقاء مساهل وموغريني لقضايا الهجرة غير شرعية عبر البحر المتوسط ومكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود وتلقي تحديات الوضع الليبي بظلالها على لقاء موغريني مساهل إذ ينشغل الاتحاد الأوروبي بسبل إعادة الاستقرار إلى ليبيا ومكافحة قوارب الهجرة التي تغز الشواطئ الأوروبية كل يوم لكن خلافات بين الدول الأوروبية حول القضية الليبية والأولويات فيها تتفجر من وقت لآخر فبينما تعتبر موغريني البحث عن حل سياسي للأزمة الليبية الأولوية المطلقة أكثر من مسألة الهجرة تسعى إيطاليا التي تعتبر نفسها المتضررة الأولى من قوارب الهجرة إلى مكافحة ظاهرة عبر اتفاقات مع حكومة الوفاق الوطني وكان الاتحاد الأوروبي قد وقع اتفاقا أيضا مع طرابلس في الثالث من فبراير الماضي للمشاركة في إدارة تتفقات الهجرة لكنه لا يزال حبرا على ورق بسبب الوضع السياسي والأمني المتدهور في البلاد والذي يحول دون وجود أجهزة متخصصة مؤهلة قادرة على ضبط الحدود الصحراوية المترامية والشريط الساحلي الممتد في ليبيا ويستغل ضعف السلطة فيه مهربون من جنسيات ولأغراض متعددة